السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اه صهرة كده مع سليمو. هنحل مع بعض شفاية ارجانيك. ربنا اه يعني ايه انفعنا بما اه علمنا ويعلمنا ما ينفعه من شاء الله. نبدأ بسؤاله اولاني بيقول تو اروماتيك كومباوند. الكمباوند اي والكمباوند بي. لاحظ هنا ان هو مش مديك الرينز بقى. هو مديك سي ستة اتشي ستة او. ومديك سي سبعة اتشي ستة او ثري. ما تيجي الاول يعني نحاول نستنتجهم مع بعض. يعني احنا عارفين ان تبقى كام? بتبقى سي ستة اه. طيب. ومالبقى سي ستة اتشي ستة او دي ممكن يبقى ايه? قالت احنا بسأل? لا. مش قالت احنا. اه. اه. قصدك الفينو يعني? لا مع سانيا. لا سانيا. لا سانيا متك من فين عشان دي او اتش. صح كده. ما هو اخد بالك. اه. انا عشان اركب او اتش. محتاج اشي الاتش الاول. اه. يعني هو هنا في ستة اتشات. خلاص. اه. هنا قريدي في ستة اتشات. فعشان اشيل الاتش اللي فوق دي. تعال انشاره مع بعض كده. هشيل الاتش اللي فوق دي. وهحط مكانها ايه بقى? هحط مكانها او. ودي الاتش تاني. فالاتش رجعت. اه. يبقى سي ستة اتش ستة او. ده الفينو الفعلي. اه. طب تعال نجرب التاني بقى. سي سبعة. اوكي? سي سبعة. يبقى اكيد فيه كربون هنا. كربون زيادة يعني. كربون زيادة فوق كده زي بتاعت التلوين مسلا جدا. يعني ممكن. اه. يعني اه. اه. بصلا اقولك حاجة. البنزلدهايد من الحاجات اللي يصعب او يتكلم فيها ما توسعناش في الكلام عنها كاروماتيك. اه. خلاص? فخلينا دايما واحنا بنفكر كاروماتيك بنفكر في الحاجات اللي هي كانت متاحة بالنسبان لنا في المنهج. فانا عندي كام او? تلات. تلات اوهات. وعندي سي زيادة مش سي ستة ده انا سي سبعة. اه. اخد بالك اوهات دولة اطلاع معدد القوهات كتر كده يبقى انا برجح كفت ان انا بقى بنزوك اتف. اه. مش بس كده. او استر بردو? لا مش استر بردو. خد بالك. ما زلت بتكلم على سي سبعة صح? اه. ادي اتش ستة. الاتش ستة. اه زي ما دولتي مسلوف ايه? انا مسلوف اوهية واحدة بس. ايه. هحطها هنا. طب هي ما تنفعش. ايه ايه او او اتش. طب ليه خليتها او اتش? لان او اتش دي عشان تركب لازم كان لازم اشير الاتش اللي هنا الاول. اه. فانا شيرت الاتش وركبتها تالي. يبقى انا طالب منك يا سليمو الفترة اللي جاية دي. عايزك تكتب الموليكولار فورمولا بتاعت التولوين والبنزويك اسد والفينول. اعمل لستة بهم كده. الموليكولار فورمولا زي اللي هي دي. لان هي مهمة جدا. مهمة جدا ان انت اول لما تشوفها تبقى لقته وبيتكلم على ايه. اه. خلاص كده? فاعتبر ده من واجبات النهار دي. ان انا عايز ايه? بنزويك اسد والفينول وسليسيليك اسد طبعا اللي انا رسمته دروايتي ده اسمه سليسيليك اسد. اعم. اللي هو اخر صفحة في المنهج كله. اخر صفحة في المنهج. السليسيليك اسد. طيب يبقى انا كده معايا فينول. انا معايا فينول. ومعايا سليسيليك اسد. ومعايا سليسيليك اسد. هو بقى بيقول ايه? which of the following? cannot react either with the a or the b. انا ولا هيرياكت مع الا ولا هيرياكت مع ال b. مم. حلو الكلام? اه. اوكي. طيب. تعال نشوف بقى كده. السوديوم هيدروكسايد. الهو ال او او اتش. اه. الراجل ده. ممكن يعمل حلوة هيشير اله بس خد بالك فيه درس من ضمن الدروس كنت بقارن ما بين الالفاتيك الكهول خلاص الالفاتيك الكهول والاروماتيك الكهول ده اوه وده اوه خلاص فكنت بفرق ما بين الاتنين فمن ضمن الحاجات اللي انا بفرق بفرق بيها بين الاتنين ان هذا وهذا لو انا خطيت له ن ايه بس خلاص الان ايه هتحل محل الاتش دي وهتحل محل الاتش دي هتشتغل في الاتنين تمام تمام كده طيب خد بالك بقى من اللي جاي ده لو انا بقى هخط مش ايه ده لو انا هخط انا رجعتهم تاني هو ادي الاتش و ادي فينون بس هخط هيتفاعل مع الفينون ومش هيتفاعل مع الالفاتيك يعني الالكهول بيفقد الاتش بتاعته دي في حالة السودية من السادة والبوتاسيا من السادة بس اه طب الفينون لا الفينون مش كده الفينون عنده استعداد يفقد الاتش بتاعته دي مع الان ايه وممكن مع الان ايه واتش كبان ده بنسميها الاسيديك كاراكترز بنسميها ايه الاسيديك كاراكترز الاسيديك كاراكترز الاسيديك كاراكترز بتاعت الالفاتيك الكهولز is very weak وبتاعت الفينون لا اعلى شوية اه حلو الكلام بلا شك هيشتغل مع الفينون وكمان هيشتغل مع الساليسيديك اسد لان ده اسد واي هيدروكسايد مع الاسد هيشتغل طبعا يبقى ده اول واحد ايه برا طيب السودية كاربونيت بيشتغل مع الاسد بس اي كاربونيت في الدنيا بيشتغل مع اي اسد في الدنيا اه خلاص بس خد بالك بقى في حاجة استشفناها برضو عايزك تفتكرها كده حاجة استشفناها كده ان السوديم استشفناها من الاسئلة بتاعت المعاصر اللي جات يعني ان السوديم باي كاربونيت ده مش بيشتغل مع الفينون يعني الفينون بيشتغل معها اي اي وبيشتغل معه بس مش هيشتغل معه ده مش هيشتغل ولا مع الفينول ولا مع القلب. خلاص? انما اي اسد اي اسد في الدنيا مع ده الفينول لو اعتبرنا اسد يعني بيشتغل مع الكربونيت وبيطلع لي اه ومية وكربون داكسر. يبقى ده مش معي. اه. طيب. الالكول هل الالكول هشتغل مع البنزويك اسد? لا. بالتأكيد لا ده بالتأكيد. اصد. لان الالكول مع اسد بيدينا عيل اسمها ايه? الاسترو. الاستروس. يبقى الالكول على الاقل هيشتغل مع البنزويك اسد او يعني السليسيليك اسد. اه. يبقى لم يتبقى الا مين بقى? وده الاجابة. الهايدروكلوريك اسد. الهايدروكلوريك اسد ما بيشتغلش ولا مع السليسيليك اسد ولا مع الفينول. لدرجة ان انا برضو في الدرس اللي انا كنت بقارن فيه ما بين الفينول. والايثانول. ما بين الفينول ومين? احنا قلنا ان هما الاتنين بيشتغلوا مع مين? مع الان ايه? لا مع الان ايه? طيب. والان ايه واتش? الفينول بيتغل والالكول لا. الاتشي سي ال بتشتغل مع الالكول ما بتشتغلش مع الفينول. تمام. مهم او الترتيب ده. تمام. وده لي قصة. عشان القصة دي علينا اخد بالي. اه. ان الفينول الفينول العصاية اللي ما بين ال او والبنزين رينج وصيارة. واللي ما بين ال اتش وال او طويلة. اه. اه. الالكول العصاية اللي ما بين الالكايل وال او طويلة. واه و turbulة. واللي ما بين ال او طويلة. عكس بعض. عكس ايه. عكس بعض. خلاص? فعشان كده ده سهل ان هو يتكسر مع ال اية سي ال. لكن التاني صعب. والتاني صعب. صعب ان هو يتكسر طالما شهرتك. خلاص? ودا. سهل ان هو يتكسر مع ال ا او ا اتش. انما ده صعب يتكسر مع ال ا ا او اتش. تمام كده? انا عارف ان جهة عاجات كثير هقولها وانت هتنساها. لان انت اكيد دماغك مليانة ببعلومات كتير. انما انا حبيت ايه? كل ما نعدي على سؤال كده. نعصره ونطلع اللي في احنا يعني. احنا بنحاول ده راجعة معه. طيب. لا. طيب. سؤال ثمانية بيقول لي هنا ايه? ايه المثيلين جروبس? اللي هي المثيلين جروب اللي هي ايه? مش سي اتش سري. سي اتش اسمها ميثيل. سي اتش تو اسمها ميثيلين. هاو ميني ميثيلين جروبس ار فاوند ان تو تو داي ميثيل بنتين. الاول ارسم. هادي البنتين بتاعي اهو. مساء. وبعد كده عندي تو تو داي ميثيل. عندي الكربونة التانية. حط هنا ميثيل اهو. انا بتعمد ان انا افتحها كده افتح اتشاتها. عشان افرق بين الميثيلين والميثيل. اه. انا كده خلصت. تو تو طبعا هنا فيه ثلاث اتشات. وفيه هنا ثلاث اتشات. عشان دايما الترمينالز بتبقى ثلاث اتشات. طيب تعال نشوف بقى الحاجات اللي فيها سي اتش تو بس. هلاقي مين? هلاقي دي. عندها اتش تو. وهلاقي دي. عندها اتش تو. بس. دي كده اسمها ميثيلين جروب. ودي كده اسمها ميثيلين جروب. بقى الكمباونت زي ما انت شايف كده CHC 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 CH3 يسمى مثال جروب مش تبعي يبقى انا كده عندي كم مثلين اثنين تمام جدا اللي بعض سؤال ترتوشة بيقول which of the following compounds decolorizes البوتاسيوم برمينجانيت solution in an alkaline medium ده مجاش غير في reaction واحد بس في المنهج كله البوتاسيوم برمينجانيت بنشتغله acidified خلاص المرة الوحيدة اللي اشتغلنا بالبوتاسيوم برمينجانيت alkaline medium كان اسمه وده خاص بعائلة الالكينز بس بيعمل ايه مع الالكينز ده لو انا عندي الكين اهو كده ده بالبوت كده وجود ال كي ام اين او فور وظيفت كي ام اين او فور ان هي تدخلي او على الاساس ان هي وطبعا انا بتكلم على solution فموجود مية فانا هاخد المية وهاخد الاو من البوتاسيوم برمينجانيت كده اصبح عندي اتنين او واتنين ايج صح كده فانا هاكسر الدابل بوند بتاع الالكين وهقوم جاية حاطة او ايج النحية دي و او ايج النحية دي الموضوع ده مع الالكينز اه كمان فانا بقى هبص على الاربعة الاربعة دولة وطلع مين فيه بالالكين فنمبر ايه ده ايه ده ده الالكين حل طب اللي بعدي اسمه ايه بالكمباود ده تعرف اسمه ناف تالين ده اخد ناف اول البنزين خالص اول الاروماتيخ خالص فيه بنزين فيه نفتالين فيه انتراسين خلص يعني على حسب البنزين رينجز اللي لازقين في بعض نفتالين اسمه نفتالين طيب نمبر دي انا عايزك تاخد بالك بالرسمة دي اول الرسمة دي مهمة جدا ليه لانه لو قال لي CHC كل تلاتة تعرف ان عندي تلاتة مثال متوزعين على الكربونة دي يعني هرسم كده C بسكة في H حل وبعد كده هحط هنا CH3 وهنا CH3 وهنا CH3 ميفاش احطهم جنبه بعض لانه انا لو حطت CH3 كده وحبيت احط CH3 كده وهنا طبعا فيه C فهتلاقي ان دي كده بسكة في خمسة بود يعني ها لو عملت CHC CH3 دي كده بسكة في خمسة بود ودي بسكة في خمسة بود فمش مزبوط غلط انما دي الرسمة الصحيحة فدائما ناخد بالنا من CH3 all two CH3 all three تعرف على طول ان هي ايه ان دولة متوزعين على الكربونا اللي قبل تمام تمام فانا كده ولا دا ولا دا ينفع بايا الرياكشن ولا دا ينفع بايا الرياكشن ولا دا ينفع بايا الرياكشن فما قداميش غير مين غير بي تعال نشوف البي رسميتها عاملة ازاي CH3 بعد كده C ADH اكتبها ADBOND H هاو بعد كده C تانية مسكة في ايد بعد كده CH2 وبعد كده CH3 لاحظ انا فردت دولة لي لان الكربونا دي ناقصها بوند والكربونا دي ناقصها بوند دبل طالما ظهر لي الالكين كده الالكين ده طالما ظهر لي كده يشتغل بقى مع البوتاسيوم بيرمينجانيت فالكالاين ميديم اللي اسمها قلنا الرياكشن ده اسمه ايه بايرز رياكشن وده ينفع دي تيكشن للالكين طب يعمل دي تيكشن ازاي ان يحصل دي كالاريزيشن ها اوكي دي كالاريزيشن اه يعني من اه اتفقنا نفس الكلام برضو لو انا عايز اعمل دي تيكشن تاني للالكين اعمل ايه اعمل اه ده لو انا حطيت واعمل دي تيكشن برضو من الريد اعرف برضو على طول ان انا عندي دابل بوند او تريبل بوند موجودة في الكمباود التالي دي الاتنين دولا بيعملو ديكشن للالكينز طيب طيب احنا ناخد الخامة 14 14 14 بيقولي what is the iupac name of this compound سهل اساسها هسامي خلاص اه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى انا اوكي هكسين هكسين طب انا هكسين التريبل بوند ما بين الكربونة التانية وما بين الكربونة التالتة فهسامي ايه اتنين هكسين اتنين هكسين الله ينوع طيب تعال نشوف تسعتاشر كده بيقولك الهيدريشن اوف البروفاين يعني ايه هيدريشن الاول نزود اه اتش اا 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 بس انا احبك ترسم الووتر كده عشان تبقى عارف اين هايحصل هنكسر اا اا او او ونحط اا اا خلاص كده اا اا الهيدريشن او البروفاين هنعمل هيدريشن البروفاين دول علامة مميزة قوي دول لان هما دول موجودين في رياكشن واحد بس خلاص كده الرياكشن ده في المنهج احنا اخذينه مع مع الاثين او الاسيتبين دلوقتي هناخده مع البروفاين تعال نشوف بقى هناخده ازاي اادي البروفاين هحط عليه اتش او اتش طبعا ده هيخش يضرب في الضب في التريفل بوند صح كده هيكسره هيكسره وهو اصلا هيتكسر اتفقنا طب خد بالك عشان في نقطة مهمة بقى يا طرى الاتش هتروح فين والاو اتش هتروح فين دي نقطة مهمة مين يعني هل الو اتش هتروح في اي حتة والاو اتش هتروح في اي حتة بيقولك لا الموضوع مرتبط بواحد اسمه ايه ماركونيكوف مين ماركونيكوف ده ماركونيكوف ده راج الروسي بيقولك لو عندك الكين او الكاين الكين او الكاين خد بالك البروباين انا هرجع معلش انا هرجع منه البروباين تاني اهو تريفل بوند في النص تريفل بوند في النص كده فطبعا مفيش هنا ايتش اساسي اوكي وعندي هنا ايتش كده هنا دي ما لاش دعا بالقصة خالص والكربونة دي كده حواري اربعة في حالة ماركونيكوف بيقولك في حالة الالكين او الالكاين الالكين او الالكاين لو عندك الكربونتين اللي بينهم الدبل او التريفل بوند سواني كده لو انت عندك اتنين كربونتين بينهم تريفل او دابل بوند ايما كان دابل او تريفل بوند عدد الهايدروجين مش قد بعضه بسميه اسيمتريك بسميه ايه اسيمتريك اسيمتريك الكين او اسيمتريك الكاين الحاجة ماركونيكوف ده بيقول دي لما انا هعمل اديشن عليه ها لما انا هعمل اديشن عليه الدبل او التريفل بوند هيتكسر الالكاين مالهاش اختيارات الالكاين هتروح للكربونة اللي عندها عدد اتشات اكتر تمام والو ايتش هتروح للكربونة التانية حب؟ هيطلع لي عامل كده سي مسكف سي دابل بوند هنا فيه اتشتين وهنا فيه ايه معلمي او ايتش او ايتش طب دي كده خطوة انا لسه بخلصتش اه انا كده عملت هايدريشن خلاص انا كده عملت هايدريشن مين للبروباين ودي معادلة مهمة جدا ان احنا نبقى عارفين لاني دي الوحيدة اللي دايما بالاكاتبين عسام ايتش تو اسو او فور و ايتش جي اسو او فور مع بعض اه طيب خد بالك بقى عندي هنا كربون مسكف او ايتش وفي نفس الوقت عامل دابل بوند اه هذا الوضع في الاورجانيك غير ما هو ده كده انا عندي تو انستيبل كونديشن في الاورجانيك دي واحدة منهم ان يبقى عندي كربون عليها اتنين او ايتش او ان يبقى عندي كربون عليها دابل بوند و او ايتش ففي المسألة اللي احنا فيها دي الكربونة دي عليها دابل بوند وعليها او ايتش بيقولك بقى بيحصل حاجة اسمها توتوميرايزيشن حاجة اسمها ايه توتوميرايزيشن يعني ريء الرينج منت كده عجيب شوية الدابل بوند دي خليني اشير ده كده الدابل بوند دي بتروح ما بين ما بين السي والاو والايتش بتروح كربونة تانية ده اسمه توتوميرايزيشن اسمه ايه اه التوتوميرايزيشن التوتوميرايزيشن دي بيجيشغل في الرياكشن ده ان انا يبقى عندي تريبل بوند و اونجاي رزعه مية فيتكسر عشان يديني دابل بوند و او ايتش على نفس الكربونة الوضع ده انستيبل يبدأ يحصل توتوميرايزيشن عشان يديني بقى ايه في الاخر تعال نشوف هدينا ايه بقى اه preventive لا احنا احنا لقينا ايه في النص مش عالخEO جنبيها سيه من النحياتي وجنبيها سيه من النحياتي دي عائلة ايه بقى عائلة الكيتون فده بسميه امتا اقول بقى امتا انا اقول لو كان معمول كده يعني لو كان اقول عليه بس ماركونيكوف هيكبرني ان مجيش على الحرف هتيجي في النص فلما جات في النص وحصل فالضبل بلد بقت في النص سميناها اللي هو الكيتو اه ادي نفسك فرصة معي كده ما عليش هتلاقينا ايه تايهين شوية غرقانين في البحر شوية بس مع الوقت الامورها بان ايش لان الاورجانيك كبير بلا شك الاورجانيك مش قليل يعني 12 درس والاسئلة بتخش في بعض يعني مشكلة الاورجانيك ان ال 12 درس مش درس يعني مش اسئلة على كل درس لا ده سؤال واحد ممكن ترد 3 درس داخلين في بعض اوك طيب هنا بقى بيقول لي to convert a normal الكن into a cycle الكن it requires ايه بقى انا cycle الكن دايما مش بحسي ليه حاجة عشان في الكتاب مش بدا ايه مكتب له حاجة حلو بص يا سيدي cycle الكن عبارة عن يعني انت اخد بالك مثلا صح كده اه 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 هشيل من هنا من هنا وهخلي الكربونا دي والكربونا دي يقفلو على بعض عشان يبقى عامل حلو اه فالبيوتين العادي بيبقى ايه c اربعة h عشرة c l h to n plus 2 السايكلو بيوتين هيبقى c اربعة h كام h تمانية لان انا عشان نعرف اقفلهم على بعض لازم نشير هتين خلاص فعنا كنا دايما بنقول ايه ان السايكلو بيوتين ما بيبقاش ايزومر للبيوتين ها بيبقى ايزومر للبيوتين اللي هي الالكين سواء وان او تو حلو كلام ها فانا بيقولي تكونفيرت انورمال الكين انتو اصايكلو الكين ايه هالوجينيشن زين هايدروجينيشن لا مش عشان هايدروجينيشن انا مكسبتش حاجة اسمو ايه هكسين هعمل له مهم او الاسم ده كاتاليتك ريفورميشن تعرف هاديني ايه هايدروجينيشن لا مش بنزين هيديني بنزين خلاص البنزين ده لو انا عملت له هيدروجينيشن هيديني بقى السايكلو يعني انا ماينفعش اطلع من في خطوة واحدة لا لازم الاول اعدي على بنزين عن طريق حاجة اسمها كاتاليتك ريفورميش كاتاليتك ايه ريفورميش وبعد كده اعمل هيدروجينيشن فكل الضابل بوضز اللي جهو تتكسر ويتحول لسايكلو هكسين هم كده اه طيب which of the which of the compounds below its boiling point is the highest طبعا ال boiling point ده physical ايه physical property اه طيب ال physical properties في الورجانيك غالبا لازم هيجي فيها سؤال في المتحان بالذات سؤال مرتبط بال boiling points او بال solubility in water مين اللي بيدوب اكتر في المية مين اللي عنده boiling point اكتر فمسألة highest boiling point ومسألة solubility in water هما الاتنين مسألتين وجهين لعمرة واحدة مرتبطة بان ال compound can form hydrogen bonds تمام فلو عندك ال compound اللي بتتكلم عليه يقدر يعمل hydrogen bond ال boiling point بتاعتها تبقى عليه لو مش هيعرف يعمل ال boiling point بتاعتها تبقى مثاله مثاله المية ذات نفسها هي المية boiling point بتاعتها كام 100 degrees ودي درجة حرارة عالية على فكرة طب ليه المية عندها درجة حرارة عالية كده لان الموليكولز بتاعت المية مع بعضها بتعمل حاجة اسمها hydrogen bond الموليكولز بتاعت المية بتبسك في بعض بال hydrogen bond ده تفقنا تفق طيب مين يقدر يعمل هيدروجين bond بدولة هل الاسيتون الاسيتون عامل كده الاسيتون ده اللي هو البروبانون عنده هنا ثلاث اتشات وعنده هنا ثلاث اتشات وعنده هنا double bond O الhydrogen bond اللي بيعملها لازم الhydrogen بس مش اي hydrogen عشان الhydrogen bond يتكون لازم تكون ال O ماسكة في H او ال O سوري او ال N ماسكة في H او ال F بسكة في H يعني 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 ايه مسلا الاسيتون مسلا تعال نرجع الاسيتون تاني الاسيتون ده عامل كده C وهنا C وهنا C وهنا في H5 خلينا نرسمها بالتفصيل احسن احسن اهو 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 ده كده ضيء ايثر الاثر بعرفه زي بيبقى عندي O في النص ده الوحيد اللي O بتاعته في النص وهنا في الكايل وهنا في الكايل تاسمو ايثر وعلى فكرة الاثر بتبقى ايزمر مع القل والكيتون بتبقى ايزمر مع القل ممتاز جدا خلاص كده طب اتضيء ايثر ده عنده كم ايتش واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عنده عشر ايتشات وما فيش ولا واحدة منهم يصلح ان هي تعمل هيدروجين بوند طب الايثانول اه الايثانول عام كده C ثلاث ايتشات C ايتشتين و او و ايتش اه شايف هنا عشان الاو ال ايتش مسكين في بعض اه الاو مفترية هتسحب الالكتروز ديها شوية فالهايدروجين تبدأ يبقى عليها فارشال فده يبدأ يعمل مع الاو بتاعة الالكهول التاني فيبدأ يتكوم بينهم شبكة الهايدروجين بوند دي اللي تعليلي البيولين بوين طب كده يبقى انا خركت الاسيتون برا والضاي ايثر برا فاضلي الاثانون والفروفانون طب هما الاتنين الالكهول زي ما ايه اللي يفرق بينهم اقول نك تعيتها الله ينور علي كل ما عدد الكربون يزيد كل ما اوتوماتيك البيولين والملتين فوين بتزيد فلو انا حبيت اقارم بين الاثانون والفروفانون وهم يبقى البروبانون يكسب عشان عدد الكربون اللي عنده ايه ممتاز يا سلي ممتاز طيب تعالى ناخد السؤال بعد سي تلاتة اتش سبعة او اتش ده اسمه بروبانون اه مع الكونك اتش تو اس و او فور درجة حرارة من مية وستين لمية وتمانين دي برضو ري اكشا مميز خدنا في الالكينز تمام الالكينز هنا بقى بيقول بدل ما كان المرة يعني في الكتاب كان ايثانول حطناه مع كونكس الفيريك عند درجة مية وتمانين ادى لي اثين طب ده بروبانون حطناه مع كونكس الفيريك عند درجة مية وتمانين هيديني ايه بقى هيديني حلو الكلام اه طب البروبين حطت عليه بي ار تو اديشن اديشن والبي ار تو متمسلة مع بعض هيبقى عامل لي جدا مفيش بقى بلاورة تكون متاع اهو فرق بين انا حط بي ار تو فرق بين انا حط اتش بي ار اه يعني صد بالك بوس لو انا عندي بروبين اهو لو انا حطت عليه اتش بي ار عدد الهايدوجين مختلف بين الكربونتين دولة صح هنا ماركونيكوف يتدخل هيقولك لازم تاعة الاتش بي ار تتحط هنا والبي ار تتحط هنا انما انا مش داخل باتش بي ار انا داخل باي بي ار تو يبقى مفيش وجود ماركونيكوف في المسألة دي اساسة اللي هي سي سي بي ار سي بي ار حطيت عليها كي او ايج يسفر استنتاجه بقى ايه او ايج هتبندل مع البي ار بالضبط كده يبقى ال او ايج هتتشامل البي ار هتتشامل هنا ودي هناعمل فيها ايه نفس القسم مش واحدة بس الاتنين ها اه عشان تديني كده جسفه ايه بقى وان وان ضي هيدروكسي لا مش وان وان ده وان تو ضي هيدروكسي بروفين ينفع ده صح بروفين لا استحالة اتنين هيدروكسي بروفين لا يبقى الاجابة هتبقى ايه وان 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 ضو ضي هيدروكسي بروفين خلاص طبعا ال كي او ايج بيسموها هيدروليسيز هيدروليسيز in alkaline media عشان لازم نتعود على اسماء الرياكشن هيدروليسيز in alkaline media طبعا طيب تعالا نجرب سؤال كمان حلو قوي ارواتك the reaction of one mole of pyrogalool with one mole of the acidic acid produces ما هي دي بقى مشكلة مشكلة بايه الpyrogalool يا ترى شكله عامل ازاي pyrogalool ده عبارة عن benzine ring فيها ثلاثة او ايج مش ده الpyrogalool يعني الpyrogalool ده من عائلة الفينول طبعا حاجة زي الpyrogalool ده المفروض يجيلك في كراست اللي هي المعلومات الاساسية لو هيسألك فيه لو هيسألك فيه يعني خلاص انما برضو في حاجات المفروض نبقى يعني مأمنين ظهرنا فيها فهنلاقي لما جي يتكلم عن الفينول لأن الفينول ده درس الواحد داس العائلة اصد فالفينول بيقولك ممكن يبقى مونوهايدريك زي الفينول ممكن يبقى دايهايدريك زي الكاتيكل ممكن يبقى تراهايدريك زي الpyrogalool ده اللي احنا نلاحظ طب انا خاطت one mole of الpyrogalool مع one mole of الاسيتك يا ترى يديني ايه ولا b ولا c ولا d فطبعا انا عندي 3 o h اه يعني كل one mole منه بيبقى عنده 3 o h وال c h 3 c o h ده مونوكاربوكسيلك اصد يعني هو عبارة عن اصد يقدر يتخلص من o h واحدة بس منه كده اه خلاص ما احنا واضح جدا ان ده حاجة زي الالكول لما بتدفعه مع الاسيت هتديني ايستر اه بس هل بقى يا ترى اه في الدولات بتاعها هتعرف الجبيه هتلاقي في الرف اللي في النص انا دلوقتي طبعا ده هيخش يتفعل مع واحدة بينهم بس يعني ده مش معايا وده طبعا مش معايا طب انا اللي فوق ولا اللي تحت هتخش ده على بعضها كده هي اللي هتخش فانا كده عندي كام سي معايا هتتبقى لك يعني ايه اللي يحسب الاتنين دولة استر بس ده استر لالكول داخل بكربون واحد وده استر لالكول داخل بكربون وهو ايه CH3 COH فالكبات تبقى C تمام اللي بعض تلاتين ايزومر of CH3 COO CH2 بنز فالكده بنزين الاول خلينا انتكلم عن ده هو ده ايه بالضبط عبارة عن اهو CH3 COH خلاص وده كان لكم ده ادي بنزين كده وبعد كده ده كان CH2 OH H دولا دخلوا مع بعض عملولي الاستر ده امان فانا عايز واحد من دولا يكون الايزومر بتاعده ايش نعايز الاسد ده ترسم ازاي دايما لو عندك استر ابدأ بالجزء بتاع الايه الاسد ده شايف اه بنزويت بنزويت ابدأ بالجزء بتاع الاسد فمسلا لو يبقى هتقول لي كده COO خلاص ومسكه بمين الفنايل الفنايل اللي هي بنزويت بوند كده طب ملاحظ كده انا عندي هنا كام واحد اتنين تلاتة وبعد كده بنزين طب انا رسمت هنا كام واحد نفعت لا ما نفعيش يبقى ده غلط طب مثال بنزويت تعمله ازاي اهو الاول يرسلي الاسد الابنزويت ده جاي من ايه من بنزويت صح بالزبط يبقى C O O ده البنزويت اهو انا كده نسمت بنزويت وخطيلي مثال عندي كم كربون هنا اتنين برضو يبقى ما ينفعش صح كده تعالى ندور على حاجة تانية ايه 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 بنزويت هحط بنزويت الاول اهو خط بالك البنزويت فيها اصلا كربونة فوق C O O اه وهحط ايه بقى هنا ايه ايه يبقى C C عندي هنا كم كربون تلاتة تلاتة وعندي هنا كم كربون تلاتة برضو حلوة قوي برضو عشان تأمن ظهرك طب عندي كم اكسجين اتنين اتنين وعندي هنا كم اكسجين هنا اتنين بس لا اخد بالك انا ده انا كده لسه بدخلتوش يعني قاررني باللي تحت يعني ده انا اقول لك ده كان اصله ايه فسيبك من دولة دلوقتي قاررني باللي تحت اهو التلاتة كربون زهو مع وعندي هنا اتنين او وعندي هنا اتنين او خلاص عندي كم اتش فوق كده اتنين وتلاتة خمسة يبقى انا كده مصبوط يبقى انا كده طبعا صح الكلام كده اه سؤال بس انا كده مصبوط الكلام كده مصبوط خلاص لا ممتاز ممتاز فورميت تعرف على طول انه هو جاي من فورمك أسد الفورمك أسد ده عبارة عن H-C-O-O-H ده الفرست كاربوكسيلك أسد تمام الايوباك بتاعه اسمه اسمه يبقى ميث ميث يبقى ميثان وعندي أسد يبقى ميثانوك أسد يبقى الميثانوك أسد ده الايوباك بتاعه طيب بالنسبة للكاربوكسيلك أسد الكمون نيمز بتاعتها بتبقى درايفد فروم اللاتن نيم أوف دا سورس يعني الفورمك أسد ده جاي من الفورميكا أنت أول مرة يعملوا فورمك أسد طلعوهم النوع معين من أنواع النمل اسمه فورميكا أه فقالك طالما جبناه من الفورميكا أنت يبقى هنسميه فورمك أسد ده الكومون نيم بتاعه تمام تمام طيب تعالي ناخد ايه تاني مهمة قوي أسئلة زي تلاتة وتلاتين ده اه وبيبعليها تو مارك تو ماركس ايتش باخد بالك بقى بالحاجات دي عشان كده بقولك أسماء الرياكشينات مهمة جدا هو مين الأول السيمبليست أروماتيك كومباوند ما فيه أروماتيك كومباوند بنزين بسا اه عشان ام تقول على كومباوند أروماتيك أنه يكون جواه بنزين رينج تمام طب ايه بقى السيمبليست بتاحهم البنزين رينجزت نفسه نعم طلاص طيب ازاي أجيب بنزين من سوديم إيثانويت اي راكشن زي كده بقوا مجاي هاو تو جيت كذا فروم كذا يبقى هتحط البنزين هنا وهتحط الايه السوديم إيثانويت اللي هو إيثانويت دي دي هي زي الأسيتيت بصف سي او او ن اي دسمي سوديم إيثانويت طيب هل هل ولا ما هو ما هو خد بالك عشان هنجيب إيثان بعد كده لا إيثان لما بتعمل او لا صحيح 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 إيثان لا تخاجنا معا لا لا التصحي بالعدد الكربون الدرايدستريشن بتاع التو كربون بيطلع لي مثال آه سمع دايما بنقص واحد بنقص كربون طيب يبقى أول حاجة ممتاز أنا معاك فعلا بعد كده منعمل هيتينج ورافد عشان نحوله لسي تواتش تولى لما نفكره ممتاز بس ما كان من التريميريزيشن التريميريزيشن ساعد بيسموها سايكليك فوليميريزيشن التريميريزيشن ساعد بيسموها سايكليك فوليميريزيشن يحولني من أسيتيليم أو إيثاين يحولني بنزيل رين خلاص ده بيبقى مكتوب على الساهمة بتاع التريميريزيشن طيب ممتاز جدا إيه اللي بعده بص السؤال زي كده بيقول لي إيه لو أنا عملت له hydrolysis in alkaline medium يديني بي البي لو أنا عملت له اكسيليشن يديني سي السؤال بقى بيقول إيه 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 طيب سؤال زي كده الستارتنج بوينت بتاعتي هتبقى البي ما تدورش على إيه دلوقتي يعني مثلا إيه secondary profile alcohol أرسمه secondary profile alcohol ده عبارة عن alcohol أهو وكلمة secondary يا سليم يعني الOH بتاعتي في النصف مش في الحرف تماما وقوم جاي حطت Hاتو التلاتة أهو وأدي H أهو هل يطرى الكمباون ده متكون من 12 أتم وهو الوان مول يبقى في 12 مول أتم يبقى كأن الوان موليكيول فيها 12 أتم فهقول كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اخداشر اتناشر ثلاثتاشر نعدي تاني كده تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشر اخداشر تاريخ تلاتة كاربون اه تلاتة كاربون وبعد كده ثلاثة هيدروجينز فوق ثلاثة هيدروجينز تحت يبقى تسعة 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 حداشر حداشر والقوت ناشر حلوة اه يبقى ده معايا صح كده Psalms ده معايا الノرمال الالكهول ماهو هو هيبقى معايا برضه اه على الاساس النرمال الالكهول معنى كده ان الOH بقى على الحرف فبرضه لو عديتهم هاليوم في الاخر الثمائي مم الاثال الالكهول ده أقلب كاربون يبقى كده مش معاي يبقى انا كده ايه طيار انا كده طيارتي ايه طيارتي توت شويس فده عليه. حل? طبعا تبص هنا تلاقي two bromopropane. two bromopropane. يبقى دولة مش خصيتي. خلاص? اه. بس هل بقى خد بالك? two bromopropane يديني normal propyl alcohol? ولا يديني secondary propyl alcohol? هو انا لو عملتها انا عملها من بي لسي عشان انا فاكره من بي لسي. حلو قوي الكلام. بس انت كده مش حاجة. لان انت لسه ما تعرفش انت secondary profile ولا normal profile ما هو ده لازم يتحدد على اساس الايه? يعني انت بتكلم صح. اه. بس الايه هو اللي هيحدد في الموضوع ده? ليه? لان two bromopropane البي ار هنا. اه. فلما تيجي تعمل لها hydrolysis in alkaline medium اللي انا قلت لك عليه اللي هو الكي او ايتش. فال او ايتش هتشير بي ار. اه. يبقى او ايتش هتيجي فين? في النص. في النص اه. وطلبة او ايتش في النص يبقى اللي هيطلع هيطلع اسيتون مش هيطلع اسيت. طب مش لو كنا عملنا جربنا ان احنا نشوف اه في في بي لو جربنا نشوف ان او او ان ممكن نحدد. لأ سانية. هتحدد ازاي ان او او يعني سيبك من ايه? خليك في البي. اه. البي سواء كان ساكندري او لو حصل له اوكسيديشن. الساكندري فعلا هيدي اسيتون. والبرايمري هيدي اسيت. طب بعدين. لا تمام لا خلاص لا. اه فعمل. يبقى الرك كله على ايه? ان انا لما لقيت البرومو عالكربونات التانية يبقى هيطلع لي ساكندري الكل مش برايمري الكل. تمام. زي اللي بعده. يقول لي what are the processes performed successively to convert الاثين to اثانوك acid. اثين اثانوك acid. خد بالك successively ورا بعض. اه. هل الاثين لو عملتلو reaction with the water. اثين اهو. اه. عملتلو reaction with the water. هيطيني او اتش كده صح? اه. اه. تمام كده? يبقى reaction with the water. then catalytic hydration. طب انت عملي reaction with the water بتيني الكل من الاول. اه. انا كده ايه? اه. انا كده بستفدتش حاجة. اه فهم. صح ولا ايه? صح. ما انا انا كده reaction with the water اهو. بقيت الكل. طب then catalytic hydration. ما هو catalytic hydration يعني برضو reaction with the water بس بcatalyst. اه. مش هتشتغل هتروح فين دي? مش هتروح فيه هت. طب تعالى نجرب نمبر بي. ادي اثين اهو. reaction with the water. هيديني. then hydrogenation. الالكول لو انا عملت له hydrogenation. ما مش هامل حاجة. ما هو الهيدروجينيشن ده محتاجة double bond عشان اه. نعمل هيدروجينيشن. ما فيش حاجة ايه? اه. يتعامل لها هيدروجينيشن. يبقى بيمش معاي. طب سيه بقى. بيقول لك الكين. الكين. اه. وبعدين هعمل له. دي هيدروجينيشن. خد بالك ركز معاي في الحتة دي. يعني ايه دي هيدروجينيشن? هشيل اتش. هشيل مش اتش واحدة. انا لما بشيل بشيل اتش من هنا و اتش من هنا. مش هشيل اتش واحدة كده. اه. طب لو انا شيلت اتش من هنا و اتش من هنا. هيديني ايه ده? ديني اثين. اثين صور. اثين. الله ينور عليك. طيب. اثين امتنا جاي يعمل له. هيديني ايه? هديك الكل. الكل? طب خد بالك بص بقى شوف الالكل اللي هديهوني. خد بالك انا اه. اه. خطيت هنا وحطيت هنا ايه. ايه. يحصل ايه بقى لما نشوف المنظر ده? انا مش فاكر اسمها بس. ان احنا ال او حنحولها هنخلي ال او هيدا. اسمها توت. اه. اه. ال اتش هتيجي هنا. فده يديني مين ده? ايه. اسمه ايه ده? انا في الاسم مش احسن حقيقة. لا انت في الاسمف ده احسن حاجة. اه. ايه صح صح. صح? ايه. طيب الالدهايت ده لو عملت له اكسيديشن. اه. الداهايت ده عملت له اكسيديشن. اه. خلاص وصلت انت كده. اه. يبقى احنا كده مش شيء مزبوط يبقى لجابة سي. اه. بالرغم ان انا ما خدتش الديهايدروجينيشن. خد بالك. انا بادي في الاول برياكشن انا ما خدتوش. ايه. يعني هو بيقولك ديهايدروجينيشن. ما خلاص? ما انا عارف ان الهايدروجينيشن هي الادشن او في الهايدروجينيشن. طب الديهايدروجينيشن. الانشين. الريموفين او في الهايدروجين. فلازم اشغل دماغي. تمام? اه. طيب. تعالة. شوف ايه تاني. تري ارجانيك كومباونك. كومباونك أي يمكن ت 30c في ايه تاني شون الى او في السوديم كاربونيط أو في السوديم هيدروكسييو. حد بالك. يعني أسد يا سلام عليك يا سليم الله ينور عليك صح كده احنا قلنا الألكهول بيشتغل مع سوديم وما يشتغلش مع السوديم وهايدروكسايد الفينول يشتغل كمان مع السوديم وهايدروكسايد بس مش هيشتغل مع الكربونيت ممتازي انا بتكلم على ايه ده اكيد أسد يبقى مش فينول ولا ألكم يبقى كربوكسيليكاس حلو ايه تعال نشوف البي بي هيرياكت مع السوديم بس مش مع السوديم وهايدروكسايد يبقى ألكم الله ينور خلصت كده يبقى الإجابة بي طب السي يبقى سي طب السوديم طيب طيب يقولي فريون that includes two types of halogens can be obtained from هذي طيب الفريون أنا عندي نوعين فريون فريون عبارة عن سي ماسكة في أربع إفت ده فريون والفريون التاني سي ماسك في اتنين سيئل و اتنين إف تمام يعني احنا محتاجين بزود إف فهو بيقول لك بقى إيه ذا فريون that includes two types of halogens can be obtained from the type of halogens بيقول لي write the balanced equation which represents this reaction and mention the type of the reaction and mention the type of the reaction فطبعا كده هبدأ ب هتنقص ايه تمام وبعدين تقوم جاي عامل الخطوة تانية هتقول لي هدخل كمان على ده هدخل كمان عشان يديني بسي مسكة في سيئل لسيئل لإف في إف إف طبعا وإتش إف والنوع بتاع الرياكشن ده زي ما انت قلت إيه سوال ستيوش طيب سؤال التالي بيقول ماذا هدخل ايه برومين البرومين 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 تقريبا ما هي فضل البرومين الزبط كده ولا حاجة هتحصل طب ليه لأن انا محتاجي يبقى فيه دابل بونز أو تريبل بونز عشان لون البرومين يروح طبعا كده احنا خلصنا الاورجانيك اللي موجود في الامتحان ده طبعا حلوة كده علينا النهاردة عشان ايه ما نطولش على بعض طبعا ماشي ونشوف يوم تاني نشتغل شوية تانية برضو لو عوزت حاجة غير الاورجانيك برضو اه قل يعني مثلا النهاردة عايز نشتغل النهاردة عايز على حسب بقى شوف انت عايز تشتغل ايه ونظبط طبعا ماشي لو انا فضي بكرة هتواصل معك نحدد معك بكرة ان شاء الله مش طبعا شكرا جزيل شكرا جزيل